بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة سنتناول في الحديث آية من الآيات والآيات التي تحدثت عن منافقين كثيرة آية من الآيات توضح لنا جانبا من جوانب النفاق وقبل أن نتحدث عن الآية فمعناها واضح وسهل ولكن ينبغي أن نبين ما هو النفاق النفاق أن يكون ظاهر الإنسان شيء وباطنه شيء آخر ظاهره الاستسلام لأمر الله وباطنه الاستسلام لغير الله تبارك وتعالى وأذكر بأن عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين في المدينة كان يضم له الخرز ليتوج ملكا في المدينة على الأوس والخزرج فعندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن الناس به وأصبح التشريع من عند الله والحاكم بالتشريع والمنفذ له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أؤذيهم ولا أضربهم منه وربهم تربية حسنة عندما أكون رأسا في وظيفة أوجههم للخير هذا منهج الله أما عندما تزداد الأمور إلى حد التسلط لحقق منهم أهوائي ومصالحي أصبح الأمر مختلفا إذن المنافق في حقيقته يعبد غير الله ينفذ أموره من أجل مصالح معينة تظهر أنه يستقيم على أمر الله ولكنه لا يريد أن ينفذ أمر الله متى حصل النفاق ومتى يكون؟ في مكة لم يكن هناك نفاق لأن الكفار هم المسيطرون ولا يوجد إسلام إلا كلا يعذبون بالعكس كان هناك أشخاص يؤمنون وخوفا من الضغط يكتمون إيمانهم وعندما وجد الإسلام في المدينة واستقر وصارت له قوة ومنعه وصار أكثر المجتمع مؤمنون هنا وجد النفاق من كان يظهر كفره إذا أظهر كفره لا يتعامل معه المؤمنون ولا يحقق مصالحه فلا يزوجونه ولا يشترون منه ولذلك هو مضطر أن يظهر أنه مؤمن مثلهم أنه مستسلم لأمر الله حتى يحقق مصالحه الدنيوية فهو إذا ليس مؤمنا بالله طيب هذا بالنسبة لعامة الناس هل يكون النفاق أيضا في الزعماء والحكام؟ نعم يكون لماذا؟ لأن الحكام الذين عندهم شعوبهم بأكثرية مسلمة ولو كان يجهلون إسلامهم يخشى الحاكم منهم إذا أظهر كفره وأظهر أنه لا يريد عمر الله ولا حكم الله يخشى الحاكم أن يثور عليه فلذلك يتظاهر بأنه مسلم وعندما يحصل الصدام بينه وبين الناس يظهر كفره فليس الناس قد كفروا إنما هو ظهر كفره عندما تولى وأخذ راحته يظهر الفساد في الأرض ويهرق الحرث والنسل هذا ما تبينهننا الآية القرآنية حيث يقول ربنا تبارك وتعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه أنه مخلص لله وأنه يعمل من أجل المصلحة ومن أجل دين الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ألد المخاصمين في الباطل هو لا يؤمن بهذا الحق الذي يؤمن به الناس وهو ألد الخصام وإذا تولى أخذ راحته ومصرف وإذا تولى سعى في الأرض تحدث القرآن بكمة سعى والسعي هو المشي السريع يعني يسرع ماذا يسرع؟ ليفسد في الأرض سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل الحرث الزراعة أما وجده؟ أما فسرت هذه الآية للناس بعينهم عندما يرون المزارع تحرق؟ لماذا؟ فقط للإفساد في الأرض ولإذاء الناس فهذا إجرام أشد من الكفر ويغلق الحرثة والنسل نسل الحيوانات يقتل الحيوانات حتى لا تنتج أو نسل الإنسان يقتل الشباب يقتل النساء يقتل الأطفال حتى ينقطع النسل وتستفيد أعداؤنا من إلهود وغيرهم من ضعفنا ويغلق الحرثة والنسل وإذا قيل له اتق الله يعني هذا حرام هذا كذا يغضب يقول لك أنت تكفيري لك يا أخي ما أنا كفرتك أنت كفرت وأظهرت كفرك على الناس بشكل فاحش بل إن الكفار خير منك لأنهم كفرهم لذاتهم أما أنت بكفرك استحللت دباء المسلمين وظلمتهم فنفاق الحكام أشد خطرا من نفاق عامة الناس وإن كان كل ذلك خطرا سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرثة والنسل يدمر الماشية ويدمر الزراعة ويدمر نسل الناس ويقتل النساء وليزو الله تعالى ويقتصب النساء ويهلك الحرثة والنسل والله لا يحب الفساد هذا هو الفساد في الأرض الله أنزل الدين من أجل إزالة الفساد حتى يعيش الناس بسلم وسلام وأمان والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله يعني خاف من الله نختروها إلى الآخرة لا ينبغي أن تعمل هذا العمل أخذته العزة بالإسم أخذته حمية الجاهلية الجاهلية ليس جهل القراءة والكتابة جهل الحق الذي أنزله الله فتأخذه الحمية وكيف تكفره هو لا هو جيد عندما نقول لبعض الناس يا أخي هذا حرام إذا أنت تعرف أكثر مني أنا أعرف أكثر منك أسأل الله العافية أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد بدي يعيش بيخلد ولو قالوا بعض الناس عن نفسهم خالد وخالدون لا ملك الموت سيأتي رغمه نوفيا ويوضعون تحت التراب ويأتي اليوم الذي يدوسه فيه الناس هنا تظهر حقائق الأمور وعندما يقدم على ربه يرى أنه في قعل جهنم وأن هؤلاء المتصلطين على الناس الذين آذوهم أشد الإيذاء هم أول الناس يذهبون إلى جهنم ولهم مقام محدد ولذلك قال الله تعالى عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أسأل الله العافية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر